تحياتنا شباب أخي وأختي أينما تكون استلم محبة الأكوان وخير الأكوان سيدة من العراق وتسجيل لها توضح العلوم الكونية ويعني بعد هذه التوضيحات لدينا بعض النقاط المهمة نوضحها أيضا تسمعون هذا التسجيل شباب وفي هذه المقدمة التي أوضحها أنا أيضا أو المواضيع التسجيل التي هي تشرحها أيضا أوضح بتفصيل أكثر الكان الكوني المزدوج لأنه هذه علوم السفر الكوني شبابنا والاتصالات الكونية في انتشار وهناك أخوة وخوات حقيقيون جدا بهذا المصطرح يدرسون هذه العلوم فنحن نوضح نقاط مهمة وظروف مهمة تحدث وهم في هذا الطريق العظيم نناقش أيضا تعدد الزواجات آنيا هذا الأمر في الروحانيات أمر غير صحيح فأختنا في التسجيل توضح أولا الصعود الكوني ومشاركة الكائنات الكونية العلوم الكونية مع الحضارة البشرية ثانيا أيضا توضح يعني هذا الموضوع اللي هو الكائن الكوني المزدوج نحن ناقشنا هذا الموضوع شباب في الحلقة 1484 جزء الأول هناك استغلال بالعلوم الكونية وعلوم السفر الكوني ورسالة مهمة لكل شخص مهتم بهذه العلوم نوضحها هنا أيضا فهذا الدعاء غير صحيح ما هو هذا الادعاء الذي هو غير صحيح ماذا يحدث؟ أنت تبدأ تتصل من خلال السفر الكوني والاتصالات الكونية والدراسة الكونية يكون لديك اتصالات حقيقية تكتشف لديك أخ كوني أو والد كوني أو والدتك الكونية أيضا تبدأ محاضراتك مقالاتك تنتشر حول هذه الاتصالات الكونية وفجأة يظهر لك من ادعاء شخص ثاني في الأرض يدعي ماذا يدعي؟ يقول مثلا أنت عندك الآن تتصل بأخوك الكوني فهذا الشخص الثاني يدعي يقول لك هذا أنا أخوك والذي هو في الأبعاد العليا فهذا الدعاء غير حقيقي لاستغلال موقعك واستغلال برامج السفر الكوني فأختنا خلال هذا التسجيل توضح نقطة مهمة سوف تسمعون يعني توضيحها قصة الينا دانن السيدة المتصلة مع كائنات البليديان والتي لديها قصص اتصال وتجارب مع شخصية اسمه ثورهان وهو أحد القادة من قادات كائنات البليديان الينا دانن هذه هي قناتها في اليوتيوب فهي عندما بدأت تعلن عن اتصالاتها بهذا القائد ناس آخرين فجهيك ظهروا بدوا يدعون أنهم هم أيضا متصلين مع ثورهان وعندما السيدة الينا دانن بدأت تعلن أيضا لديها اتصالات أخرى بأنكي أحد قادات لونوناكي أيضا فجهي ظهروا ناس آخرين بدأوا يدعون أنهم يتصلون بأنكي فالسؤال هو لماذا قبل هذه الاتصالات التي عملتها السيدة الينا دانن؟ لم يكن أحد يعرف بثورهان لكن بمجرد أنها قامت بالإعلان عن هذه الاتصالات بدأ ناس آخرون يدعون أنهم يتصلون بثورهان أيضا نحن لماذا نوضح هذه الأمور شباب؟ لأن هناك يحدث استغلال في برامج وعلوم السفر الكوني لغايات معينة في هذا الموضوع أريد أن أضيف نقطة مهمة جدا القاد الكوني بصورة عامة الروحاني لا يكون لديه تعدل الزوجات هذا خطأ كبير ماذا يحدث؟ لاحظوا بهذا الادعاء الغير حقيقي بالكان الكوني المزدوج أنت يكون لديك اتصالات حقيقية مع أخوك الكوني أنت تتصل معه أو والدك الكوني الحقيقي يظهر شخص ثاني في الأرض يدعي أنه هو هذا نفسه أخوك الكوني وهو في الأرض أيضا ونقول هذا الدعاء غير حقيقي ماذا يعمل هذا الشخص الثاني؟ يستغل موقعك يتصل بسيدات باعتباره ماذا؟ باعتباره قائد كوني يقول ما هو أنا القائد الكوني بتاع أخ هذا الشخص على أساس أنه أخوك الكوني تمام؟ ويرتبط بهن بحجة الزواج يؤسسون جروب يأخذ برامج السفر الكوني الموجودة هنا وهناك ويقوم بتدريس السيدات بحجة ماذا؟ أنهن زوجاته لكن هي الغاية في متعة هذا الرجل الآن نوضح ملاحظة لكن في هذه الأسطر التالية التي نوضحها نحن نقصد هؤلاء الذين يستغلون برامج العلوم الكونية بهاي الأسطر القادمة هناك ما يسمى يعني هذا شخص غير حقيقي فالقائد الكوني الثاني والقائد الكوني الأول تمام؟ أسميناهم هنا أكرر معلش؟ فنحن نقصد هؤلاء الذين يستغلون برامج العلوم الكونية وهم غير حقيقيون يظهر لك شخص ثاني يدعي أنه أخوك الكوني نفسه والذين يتصرفون بهذه التصرفات فهي رسالة لكل سيدة إذا تلتقين بمثل هكذا قائد كوني والذي هو معلش يكرر غير حقيقي قولي له طيب هل تقبل أن هناك قائد كوني آخر يقوم بالزواج من أختك الكبيرة والصغيرة وبنت عمك واثنين أخريات من بنات خالاتك تقبلها أنت وقولي له هل أختك تقبل أيضا أنها تتزوج في نفس الوقت من قائد كوني ثاني تقولين له يعني يصبح لأختك رجلين قائدين كونيين قولي له أيضا تصور يا قائد يا كوني هكذا تقولين له تصور التالي هناك قائد كوني ثاني تعرف على أختك وقال لها أنا قائد كوني وتزوجها ثم قام هذا القائد الكوني الثاني وقال لها تعالي نؤسس جروب ثم رأته هذا القائد الكوني الثاني وسع الجروب ويتزوج من بنت خالتها وبنت عمتها وأختها الكبيرة وصديقتها على اعتبار ماذا؟ على اعتبار كلهم عائلة كونية واحدة لكن نكرر معلش هذه في الحقيقة هي عبارة عن منفذ لمتعة الرجل اسأليه إلى القائد الكوني الأول هو هذا الذي يدعي أنه هذا قائد كوني قولي له تقبلها يا قائد يا كوني ترى أختك متزوجة من قائد كوني ثاني ومعها أربعة وخمس سيدات أخريات يتمتع بهن هذا القائد الكوني بحجة أنه قائد كوني يعني أكرر يعني السيدة يأتيكي قائد كوني غير حقيقي تمام هذا ما أخذ موقع على أساس أنه هو أخ كوني لشخص ثاني عنده اتصالات كونية هذا غير حقيقي تمام قولي له أيضا تصور يا قائد يا كوني ماذا لو هذا القائد الكوني الثاني المتزوج من أختك والأخريات مل بعدها تركهم وقال لهم إن الكون أعطاني مهام أخرى وذهب وأسس أجروب ثاني والتقى بسيدات أخريات بحجة ماذا أنه قائد كوني وماذا لو يستمر هكذا يتنقل هنا وهناك نضيف هذا مع السيدات بهذه اللعبة فهل هذا يصبح قائد كوني أم شيطان انتبهي أيضا أنت يا أختنا المباركة موقعكي قائد كونية إذا يأتيكي قائد كوني مرة أخرى لو تسمحوا لي شباب أنا أقصد كله هذا الغير حقيقي بهذه الغاية أو المقترح أو الفكرة قل له طيب أنا لدي اتصالات الكونية وأنا لدي العائلة الكونية أنا قائدة كونية أنت لماذا تريد أن ترتبط بي بأي حجة فإذا أنت تدعي أنت قائد كوني أنا أيضا قائدة كونية هل تريدني أن أمشي بأمرك ثم تتزوج علي بعدها بحجة أنت قائد كوني فالكائنات الكونية شباب هذه نقصد الحقيقية معدهم هذا الأمر وفي الروحانيات الرجل لا يكون له تعدد الزوجات ولا المرأة أيضا تتزوج من رجال متعددين في نفس الوقت الزواج عموما هو يقف أو يتوقف مفهومه وتطبيقه عند حد المستوى الخامس والسادس وحتى الخامس هذا المستوى الخامس والسادس فمفاهيمه وتطبيقاته تختلف عن مفاهيم الزواج في البعد الثالث ونجد في المستويات العليا من المستوى السابع والثامن والتاسع وصاعدا ليس لديه ما يسمى الزواج الكل واحد مهتمين أكثر بالحكمة مهتمين بإدارة شؤون الأكوان الشخص سواء كان رجل أم امرأة الذي يبحث عن تعدد الزواجات ويجد لها منفذ في الروحانيات بحجة أنه قائد كوني أو قائدة كونية هذا خطأ كبير لماذا؟ لأن هنا يحدث خلل في النظام الكون هنا يصبح الكل متزوج من الكل والكل ينتقل بين أحضان الكل هنا وهناك يصبح الكون مكان جنسي للتمتع الوعي يتلوث يتلوث بماذا؟ يتلوث بحب السيطرة الإيغو يزداد الفوضى تزداد وهذا الظروف أو هذه الظروف أو هذه الفلسفة مرت مرت بهذا الظروف كائنات الأوناناكي وحدثت فوضى في مجتمعاتهم وهذا خطأ كبير هناك استغلال في علوم السفر الكوني ونحن نوجه هذه التوضيحات إلى الأشخاص الحقيقيون الذين يدرسون هذه العلوم بغايات نبيلة ولديهم شعور وإيمان وحس المسؤولية لإنقاذ الأرض فعندما ينشرون محاضرات وفيديوات يبدأ اسمك بالانتشار فأنت تتعرض إلى مثل هذه الإدعاءات الغير حقيقية بالنسبة للزواج واحد بواحدة يعني رجل واحد يرتبط بأمرأة واحدة فقط إذا يتفقوا يتم الزواج إذا يفترقوا لأي سبب المرأة تكون حرة أيضا في اختيار ما يناسب حياتها والرجل كذلك القائد الكوني والقائد الكوني بالطبع ممكن الالتقاء وعندما يتم الاقتناع وهناك رغبة من الطرفين يتم الزواج عندما يتم الزواج الرجل في وقتها يجب أن لا يكون مرتبط بزواج آخر في نفس الوقت من امرأة أخرى والمرأة كذلك قبل الزواج الرجل ممكن أن يلتقي بأكثر من امرأة اللقاء هنا نقصد لقاء تعارف وهو غير الزواج إلى أن يجد المرأة المناسبة له وممكن هو يفصح أو يعلن عن هذا ممكن أن يكون في جروب أو موقع بتاع زواج إنه يبحث عن سيدة للزواج والمرأة كذلك قبل الزواج فهي ممكن أن تلتقي بأكثر من رجل لقاء تعارف وهو غير الزواج إلى أن تجد الرجل المناسب لها وممكن هي تفصح أو تعلن عن هذا في ممكن أن يكون في جروب أو موقع بتاع زواج إنها تبحث عن رجل للزواج في وقت التعارف إذا التقوا اثنين يكون اللقاء فيه روح الأخوة والمصارحة والحقيقة وإذا شعروا الاثنين هناك شعور انسجام وتفاهم فممكن هنا الرجل يطرح فكرة الارتباط والزواج يتزوج الرجل بشرط أن لا تكون لديه زوجة أخرى كذلك المرأة تتزوج منه بشرط أنها تكون غير متزوجة بشخص ثاني في السفر الكوني والحياة الكونية المرأة في الأرض والمتزوجة من رجل في الأرض غير صحيح أنها ترتبط بشريك كوني إذا يدعي إنه شريكها الكوني هي ترتبط بشريك كوني في حالة أنها تكون غير متزوجة في الأرض والرجل في الأرض والمتزوج من امرأة في الأرض فهو أيضا غير صحيح أنه يرتبط بشريكة كونية إذا تدعي إنها شريكته الكونية هو يرتبط بشريكة كونية في حالة أنه يكون غير متزوج في الأرض بصورة عامة شباب تعدد الزواجات والارتباطات آنيا فهذا غير صحيح في الروحانيات نستمر الآن توضح يعني الأخت هذه نقاط الأخت التي تسمعها بالتسجيل فثالثا توضح الطاقة الصفرية واستخداماتها المجانية ورابعا أيضا تتحدث حول هذا السؤال تناقش هذا السؤال هل الدماغ هو مركز العقل والروح فهذه هي النقاط التي نوضحها وأيضا تسمعون التسجيل عن شبابنا الكون العظيم يبارككم ويحفظكم أخواني وأخواتي أينما تكونون نتحدث حول المركبات الكونية المركبات الكونية هذه فيها وعي كما تصميمها من قبل كانات متطورة هذه المركبات ليست فيها زمن ووقت هي متناغمة مع الكون وإذا تتناقم مع ترددات الكائنات الكونية وهذا هو الاختلاف التكليلوجيا بيننا وبينهم ولهذا الكائنات الكونية ومن خلال الصعود العظيمة التي يحدث الآن في المستقبل القريب سوف تشاركنا الكائنات الكونية هذا العلوم وتوضح لنا كيف نقوم في عمل هذه التكليلوجيا المتقدمة سوف يكون هناك شراف ما قبل الكائنات الكونية أم بكل سعادة يريدون مشاركة هذه العلوم مع الأرض من أجل أن تساهم في تقدم وتطور الأرض بالنسبة للعلوم الروحية أنها أساسية في الأكون هذه العلوم هي تكون طريقة لا فهم روحك فهم جوهرك الروحي وكيف أنت مرتبط مع الكون لكن الشعوب على الأرض ابتعدت عن هذه العلوم الروحية وركزت على المادة فقط انشغلت في الأمور المادية وهذا هو السبب الأساسي الذي جعله هناك يصبح خلل في التوازن عندنا وبدأت الصراعات هنا الإنسان أصبح لا يفهم حتى نفسه وماذا يريد وما هو الهدف في السابق عندما كانت الأرض في عصور ذهبية كانت توجد على الأرض حضارات متقدمة وكانت تدرس هذا العلوم الروحية وذن متقدمة في التكنولوجيا في الحضارة أطلانتس والأمورية وكانت حضارات قبلهم إذن كانت تعيش على الأرض في ازدهار قبل آدم حواء وبعدها الإلناكي هم الذين ساموا في خلق آدم حواء لكن الآخرين يعتقدون أن آدم حواء هم البشر الوحيدون الذين عاشوا على الأرض أو هم أول البشر ولم يكن قبلهم بشر وهذا غير صحيحة بدا هنا قبلهم بشر وإذن على كواكب الأخرى وإلى الآن هناك شعوب تعيش وبعضهم يشبهون البشر مثلا في كوكب الزهرة والمريخ وشعوب هذه الكواكب اتصلت مع جورجا دامسكي وإذن اتصلوا مع هوارد منجر وإذن من كوكب المشتري وبلوتو اتصلوا بكلفه الروي وإذن السيدة الراعة لنا دانا لديه اتصلات مع الكائنات الابليديا الذين هم يشبهون البشر أيضا وهي مستمرة إلى الأوم معهم في الاتصالات هناك شعوب بحضارات تعيش على كواكب كثيرة في الأكوان الأكوان مديئة في الكائنات الكونية أبحث حول الحقيقة تاريخ البشرية تم تلاعب فيه واغلب الحقاق أخرية لكن كل شيء بدأ ينكشف الأوم وإذن تركز على المادة في الأرض هذا يؤدي لانقراض البشرية الشعوب تركز على العالم الخارجي هذا العالم جعلهم غير قادرين على التخاذي قرار يخص حياتهم أنت تعيش حياتك كلها وأنت تركز في النظر للعالم الخارجي بدل من أن تركز على العالم الداخلي تحدث الكسكولير سابقا قال في كل مرة تبدأ البشرية من جديد وهذا جعلنا لا نتطور ونسعد إلى أبعاد عليا بسبب الصراعات على الأرض والحروب ولهذا الحضارات والشعوب التي تعيش خارج تركز الأرض سبقتنا في التطور حضارات متقدمة في الوعي لكن نحن على الأرض مقارنة فيها وعي الشعوب منخفض جدا لكن الآن بدأ الوعي يرتفع ونحن نعيش أيام عظيمة في السعود الأكوان وسعود الأرض بدأت الناس تستيقظ بالنسبة للموضوع النقاش حول إذا كان لديك أخ كوني ويظهر شخص فجأة يقول أنا أخوك أو أبوك الكوني لكن يعيش على الأرض هذه المعلومات عميقة جدا تفيدنا في رحلتنا الكونية لكي نعرف كيف نواجه هكذا مواقف من خلال التجارب التي نمر فيها لو كان لديك أخ كوني أو أب كوني لماذا لا يظهر نفسك قبل دراسة هذه العلوم؟ لماذا فجأة يظهر ويخبرنا أنه أخونا وأبونا الكوني؟ هذا يذكرني في قصة لنا دانا سبقا الناس لم تعرف فرقاء ثورهان وهو صديق لنا دانا من كاناث الابديديان يشبه البشر لكن بعد نشر كتابها هدية من النجوم الكل أصبح يدعي لديه اتصال مع ثورهان وإذا عندما اتصل فيها أنكي الكل أصبح فجأة يقول أنا أتحدث مع أنكي فجأة سبقا لم يتحدث أحد مع ثورهان وأنكي وهذا هو التلاعب الذي يحدث وعندما الشخص يكون لديه وعي عالي يصبح يميز بين الحقيقة والتلاعب بالنسبة للطاقة الصفرية هذا الطاقة التي تم حجبها عن الشعوب من قبل المجتمعات السرية لو كان معلن عنها للشعوب كانت خدمة الشعوب كثيرا ولهذا نجد أغلب الباحثين والعلماء يقومون في الكشف حاليا عن هذه الطاقة من أجل أن تخدم البشر لأن الكثير من المعامل مثلا تسبب التلوث في الأرض ولهذا الطاقة الصفرية تكون مجانية سوف يكون لديه كهرباء وإنترنت مجاني وإلى الأبد ولهذا تم حضرة واستبدالها من أجل الحصول على الأموال من الشعوب لكن في المستقبل القريب جدا سوف تكون الطاقة الصفرية تستخدم على الأرض بشكل مجاني وإلى الأبد إذن حول السؤال هل الدماغ مركز العقل والروح؟ من خلال الوع المحدود الذي يعيش فيها الشخص يعتقد أنه هو الجسد الذي يسأل يعتقد أنه هو الجسد المادي لو يزلس الشخص في صمت ويراقب أفكاره سوف يكشف أنه ليس الأفكار وليس الجسد وليس الدماغ هذه فقط أفكار تمر لكن هو الروح اللامحدودة هو المراقب والشاهد أنت الذي يشاهد كل التجارب التي تمر فيها أنت في حقيقتك الوعى الكوني الوعى الضوء الأبدي لكن نحن منذ الطفول اعتقدنا نحن الجسد المادي عشنا ونحن نفكر أننا الجسد المادي ولهذا عندما نفكر يعتقد الروح متواجدة في الدماغ ويعتقد الدماغ هو الروح وهذا وعي منخفض جدا لأننا لم ندرس لم نفهم حقيقتنا لم نفهم أننا ضوء لم يخبرنا أحد أننا في كل الأبعاد لم يخبرنا أحد أننا وعي أبدي في كل نقطة من قاتلك وان نعيش نحن عشنا في العالم المادي من خلال الحواس الخمسة وبهذا نحن نعيش في الوعى المحدود الحواس الخمسة تساعدك من أجل عيش هذه التجربة وتساعد جسدك المادي لكن ليس أنت صناعت هذا الجسد المادي من أجل أن يتوافق مع الماتريكس الذي صنعته الكانات السلبية وخذ وقت طويل جدا يفكرون كيف يصنعون هذه الأساد من أجل أن تتوافق مع الماتريكس ولهذا البعض أحيانا يشعر أننا لا ننتمي لهذا الأساد لكن عندما الإنسان يبحث ويدرس بعهم سوف يقوم في تغيير هذه البرمجة ويجعلها تعمل صالحة رغم التجارب التي عشناها في حياتنا السابقة وحياتنا الحالية ما زلنا أقوياء الكانات الكونية مندهشة جدا في قوتنا وصمودنا أمام كل التجارب التي مررنا فيها نحن أقوياء جدا والكانات الكونية تنظر لنا كملك على الأرض وليس إنسان محدود وضعيف هم لا يرون إلا ملوك وأنت في حقيقتك ملك وقائد كوني وضع حقيقتك وتبقى إلى الأبد دفعنا الأشياء التي تحبها أبني في فكرك الطريقة الذي تريدها هذه حياتك أنت وكلك لدي إرادة حرة وغير مسموح في الأكوان انتهى كهذه الإرادة أنتم خالق وخالقة عش حياتك بفخر وشجاعة وفرح وتواضع ومحبة وساعد الآخرين وأنشر الحقيقة هناك أشخاص يبحثون عنها منذ زمن بعيد رشدهم للطريق العالم القديم لم يعد ذاصل بنا ولسنا بحاجة إلى أن نكون جزء منهم بعد الآن سيبقى هناك لفترة من الوقت لكننا لم نعد مرتبطين بالعالم القديم سوى أردنا ذلك أم لا فإننا ننتقل إلى واقع جديد أنه العالم الموجود داخل قلوبنا وفكرنا سيكون هناك العديد من التغيرات في واقعنا الخارجي عندما يبدأ واقعنا الداخلي في الظهور تدريجيا أفكارنا تولد واقعنا كلما زادت أفكارك الإيجابية زادت النتائج الإيجابية التي ستحصل عليها في حياتك عقلك هو أداة قوية لم يخبروك بهذا الشيء أخفي عنك على مر العصور عندما تتحول أفكارك إلى أفكار الخوف والقلق فإن المزيد من القوة الظلام تشق طريقها إلى عقلك لتتغذى على طاقة الخوف التي بداخلك عندما تفكر بأفكار إيجابية يحمل الكون على ثغير أنماط تفكيرك السلبية وتحويلها إلى أنماط إيجابية لكن العالم يتأثر في الواقع بتحول الوعد جماعي الذي يحدث الآن بينما ننتقل إلى نموذة جديدة تفقد قوة الظلام قبضته على البشرية الوقت الحاضر هو وقت حاسم في تاريخ البشرية إنها الفرصة التي يجب أن تترك فيها حياتك القديمة وتبدأ حياة جديدة وإنتقال إلى أمكاناتك لا نهائية فسيكون كل شيء على ما يرام يمكنك كسر هذه الدورة باستخدام التفكير الإيجابي والتحرر من القوة السلبية التي تتحكم في عقلك وجسدك عهد قوة الظلام انتهى هذا هو الوقت المناسب للتتحرر من قيود الظلام الأوهان التي تبرمشت عليها ولكي تصبح هذه التغييرات الإيجابية حقيقية يجب أن تبقى أفكارك مركزة على الطاقة الإيجابية مثل الحب الرحمة والحقيقة عندما تفكر في ذلك جميعنا مرتبطون بنفس الطاقة إذا فمن منطقي أنت كل الأحداث في العالم الخارجي وحياتنا مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضنا البعض أنت الحالة الطبيعية للوجود عندما تكون في حالتك الطبيعية فأنت مسالم وهادئ ومنتبه ومبدع ومنتج ومهتم بالتفاصيل وإحساس تجاه الآخرين ونفسك أنت تجلب إلى العالم أعلى اهتزاز من الحب التحدي الذي يواجهون معظمكم هو أنهم نسوا كيف يكون في حالتهم الطبيعية ابتعدوا عن حقيقتهم روحك تحتاج إلى أن تستيقظ وتعود إلى حقيقتك يجب أن تصبح أكثر وعيا بطبيعتك الحقيقية عليك أن تفهم من أين يأتي الخوف حتى تتمكن من أن تخلص منهم عليك أن تنظر إلى داخل مشاعرك حتى تعرف ما هو الحقيقة بالنسبة لك وما هو غير حقيقة بالنسبة لك عليك أن تتذكر من أنت حتى تتمكن من أن تخلي عن سيطرة الأنا القائمة على الخوف على حياتك والعودة لا ذاتك الحقيقية نريد استبدال التوتر والخوف الذي تحمله بالحب والشجاعة والنجاح الكون العظم يبارك حياتكم تعيشوها بفرح وسلام دائما ولا الأبد الكون العظم يبارككم أستاذ تحياتي لكم